هكلمكم عن الحوار الوطني الحوار الوطني انطلق جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة ضمن المحور الاقتصادي انطلقت النهاردة جلسة بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفايدة من الاقتراض الداخلي وخارجي اللي بتنظمها لجنة الدين العام وعجز الموازنة ضمن فعاليات المحور الاقتصادي على هامش الحوار الوطني لجنة التدخم وغلاء الاسعار بدأت في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بدأت اجتماعها الأول منذ انطلاق الحوار في مايو الماضي بتناقش اللجنة مصادر ارتفاع الأسعار وصبل مواجهة هذا الارتفاع لتقليل العبء على المواطن في جلستين متتاليتين دكتور أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مساء الخير يا فندم دكتور أحمد يعني هل طبعا طرح موضوع زي عجز الموازنة والتضخم وما إلى ذلك في الحوار الوطني الحقيقة دي جرأة شديدة وكأن نقول الدولة أن هناك خبراء يمكنهم المساعدة في التفكير والوصول بحلول غير مسبوقة وأفكار خارج الصندوق لحل المشاكل الاقتصادية كيف ترى حضرتك هذه اللجان وما يمكن أن تتمخض عنه طيب الحوار الوطني نموذج جديد للدولة المصرية وشكل الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيشي والكمهورية الجديدة الدولة المصرية وتحديدا في الملف الاقتصادي اللي فيه 8 لجان داخل الحوار الوطني كلها لجان متكاملة بتناقش كافة جوانب الاقتصاد بشكل تفصيلي المؤيد موجود والمعارض موجود الشباب، الخبراء، الكبركسين كل الأعمار وكل الخلفيات موجودة وبالتالي تخرج الأراء بلا أي حطوط خمراء لما هو صارح الدولة المصرية النهاردة كان فيه ثلاث جلسات جلسة لدين العام وعجز الموازنة وجلسة للتبخم وعجز الأسعار وجلسة ثلاثة للصناعة الثلاث جلسات كانوا همين جدا جلسة الدين العام وعجز الموازنة ناقشت كيفية وضع حد لزيادة الديون وكيفية أن الديون المصرية زادت بشكل كبير في السنوات السابقة وكيفية أن يتم حتى إن تم الإختراض يتم في مشروعات محددة بعينها تسدد الدين التي اختبطت الدورة المصرية وتعب النفع بدلا من سداد الديون لبعضها أطول الآخر وأيضا توزيع الديون على فترات تكون تقل الضغط على الدولة والحكومة المصرية في الفترات المتحدة وتوزيع يا فندم توزيع تسديد الديون على فترات وخفض الديون وتقليل الفوايد وتسديد بعملات محالية كل دي اقتراحات لابد أن يكون الطرف الآخر حاضرا فيها لأن ده ما يخصناش لوحدين طيب بالطبع النهاردة لما بيحصل نقاش للخبراء النهاردة صبراء بتطع الله توصيات توصيات هذه بيتم دمجها وطرحها على الحكومة وعلى السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأنها بعضها يخرج منها قرارات والسيد رئيس الجمهورية أعلم بشكل صريح أن كل ما يخرج من توصيات الحوار الوطني هو محل التنفيذ ومحل التفعيل من الحكومة ومن الرئاسة ومن كمان كافة مؤسسات الدولة وبالتالي هذه التوصيات خاصة زي ما حدثت قلت تكون توصيات للصالح العام ومن خارج السندوق وتفيد كلها بتبقى محل نظر وهي مرحلة جديدة في نقاش كافة الفئات المستهدفة في النحية الاقتصادية على خلفية كيفية يستفيد المواطن المصري من الأفكار وتقليل الضغوط على الاقتصادية على الدولة المصرية في ظل أزمة اقتصادية شديدة الصعود أنا بشكرك جدا دكتور أحمد سامير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس سيوخ